قال رئيس لجنة فلسطين النيابية أن تطبيق القانون وسيادته يأتيان لترتيب الحياة اليومية وتنظيمها للسلوك الاجتماعية باعتباره الأساس في احترام هيبة الدولة والحفاظ على مقدرات الدولة جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة بحضور وزير الداخلية ومدير عامد الدائرة الأحوال المدنية والجوازات ورئيس لجنة خدمات مخيم جرش استمعوا خلاله لأهم مطالب أبناء قطاع غزة من جانبه قال وزير الداخلية أن مطالب أبناء قطاع غزة هي محط اهتمام وتقدير وزارة الداخلية وأن الحكومة لا تكيل أو لا تكيل بمكيالين وأكدا أن الوزارة ستدرس كل مطالبهم بكل عناية واهتمام إذ ستتم تلبية ما هو ممكن تطبيقه وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها